دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحاً مع هالة الحملاوي اتفضلي هالة شكراً محمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر البالغ للتاريخ العريقي لشعب الصربيا لفتن إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات فيما بينهما وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيش أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع نظيره السربي شهدت لاتفاق على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات وأهمية الانعقاد الدوري لآلية التعاون الثنائي بين البلدين وشدد الرئيس السيسي على أن المباحثات مع نظيره السربي تؤكد التطلع المشترك للبلدين لاستمرار البناء على زخم العلاقات الثنائية مضيفا أن هذه التطلعات تعكس الطفرة التي شهدتها وطيرة التعاون في مختلف المجالات عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها بحضور الوزراء المعنيين وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متصلة قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزارتهم أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا جاء ذلك خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفان خوري وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبيا أكد مصدر رفيع المستوى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تهريب السلاح لغزة هي تغطية لفشلها في تحرير المحتجزين أو تحقيق أي تقدم في أهداف الحرب وأضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطن القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها في السلطة مشددا على أن مصر تمسكت برفع الحصار عن قطاع غزة وحرية حركة الفلسطينيين والانتحاب من محور فلدلفيا ومنفذ رفح أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي له بولاية بنتالفينيا وبعد الحادث قال ترامب في منصور على موقع truth social إنه تعرض لإطلاق نار اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى هذا وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها مضيفا أن بايدن تحدث أيضا مع حاكم ولاية بنتالفينيا جوش شابيرو ورئيس بلدية باتلر بومبو أعلنت اللجنة الأولمبية عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 وذلك على خلفية أزمتها مع اللعب جناليو وأضافت اللجنة أنه ثبت مخلفة اللعب شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقية الرياضية خلال السباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت ثلاثة وعشرين سنة غير المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية والمقامي بمدينة السويس وأشرت اللجنة في بيان إلى عدم أحقية اللعب شهد سعيد في المشاركة في أي مصابقة دولية بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 لإيقافها لمدة عام حتى السادس والعشرين من إبريل الفين وخمسة وعشرين بموجبي قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى